السلام عليكم متابعة بعطيت لي رسالة قالت لي انا خدت بكتيريا حية وبقالي خمس شهور كل اعراض القولون وجسمي متدمر تماما ايه اللي حصل معاها؟ كل القواعد اللي لازم نعرفها قبل ما ناخد بري بايوتيك او برو بايوتيك حلقة مهمة جدا في علاج كثير من الامراض ومن منع الشيخوخة والسرطانات انتظروا هتعرفوا كثير من المعلومات وشيروا الحلقة لاهميتها انا كريم علي ما تنسوش صورة الكهف نتقابل بعد الفاصل حلقة مهمة جدا يلا بينا لو قلت وخدنا برو بايوتيك من بره الدنيا تبقى فل الفل ولكن نفصل الاول برو بايوتيك البكتيريا واكل البكتيريا مش هتبسطك حضرتك وهتبقاعد منكد وعندك اكتئاب وخولونك ما بيهدمش البكتيريا بتاكل شوكولاتة واحنا مش لقينا حضرتك لانها غليت اهلا بيكم احطلكو حلقة المايكروبيوم مهمة جدا لازم تروحوا تشوفوها او تشوفوها بعد هذه الحلقة احنا عندنا كبني ادمين خمسة وعشرين الف لتلاتين الف جين في جسمك البكتيريا اللي في امعائك بتحتوي على تنين مليون جين عدد البكتيريا اللي في جسمك عشرة اضعاف الخلايا اللي في جسمك فده مجتمع رهيب جدا بيعمل ايه؟ اللي هو البكتيريا اللي عايشة بيهدم الاكل بيعمل فيتامينات بيساعد على امتصاص الاكل بيعلم جهاز المناعة ازاي يشتغل بيقلل من الحساسيات بيحسن مودك بيحسن وظائف المخ ويحسن وظائف الاعضاء ويحسن خروج الحمام بتاعك كل ده البكتيريا الحية طيب نوعين نتكلم البكتيريا الحية اللي هي البرو بايوتك والبري بايوتك الاكل اللي بيغزي البكتيريا الحية اللي هم عشرة اضعافنا في العدد دي مقدمة مهمة اول حاجة اللي حصل مع المتابعة الجميلة اللي قالتلي رسالة دي بصوا احنا عندنا بكتيريا حية في الجسم لو البكتيريا الحية حصل لها حاجة نقصت لأي سبب وهقولكو امتى نستخدم البرو بايوتك بالزبط لو قلت وخدنا برو بايوتك من بره الدنيا تبقى فل الفل ولكن لو انا عندي سيبو يعني عندي بكتيريا زيادة لو انا عندي البكتيريا سليمة مش محتاجة زيادة خدت زيادة عن حاجتي تبتدي يحصل التخمر يبتدي القولون يضطرب لان كل حاجة حتى المية الزيادة بتاعتها تؤدي لسمية فما تاخدوش البكتيريا الحية ابدا الا في الحالات اللي هنعرفها النهاردة نفصل الاول البرو بايوتك البكتيريا واكل البكتيريا خلينا فاكل البكتيريا ايه هو؟ اكل البكتيريا الاكل اللي هي الالياف اللي بتغزي البكتيريا لان البكتيريا دي زي ما قلنا اعداد مهولة جدا تريليونات فلازم تأكل وتبقى مبسوط عشان تبسطك لو ما انبسطتش مش هتبسطك حضرتك وهتبقاعد منكد وعندك اكتئاب وخولونك ما بيهدمش تمام؟ طيب ايه الاحسن اشياء بري بايوتك تغزي البكتيريا؟ احسن حاجة عبارة عن الالياف اللي موجودة اكتر حاجة الهليون والخرشوف والبصل والتوم والموز والهندباء وجزور الهندباء ودمغها عالية قوي الشوكولاتة الداركة حضرتك البكتيريا بتاكل شوكولاتة واحنا مش لقينا حضرتك لانها غليت مهم الحاجات دي هي اللي تغزي بكتيريتك اخدها امتى يا دكتور احسن وقت ده اكل فناخده في اوقات الاكل عشان يتهدم كويس وعشان يروح للامعاء جاهز ويبتدي يأكل البكتيريا فتنبسط مننا دي البري بايوتك خلصنا منها قبل ما اروح للبرو بايوتك دكتور عادل عبدالعيل الله يرحمه كان اي الوصفة جميلة قوي لتغذية البكتيريا الحية اللي في جسمنا كان يقول هاتو معلقة خميرة كبيرة خميرة غزائية وحطوا عليها معلقة عسل صغيرة وسبها عشر دقايق وكلها لمدة سبعة ايام عريق دي تزود البكتيريا الحية وتحسن البكتيريا الحية وتزود منعتك الله يرحمه ما منساش هذه الخلطة تبع البري بايوتك ادخل بقى في البرو بايوتك البكتيريا الحية البكتيريا الحية اللي في جسمك لها علاقة وثيقة بي السرطان الشيخوخة مقاومة الانسولين نقص الفيتامينات والمعادن امراض القلب علو الكوليسترول الضار لو اتزبطت عندك رسالة تحدث في المصادر اتعملت رسالة ميتا اناليسيز يعني جابوا رسال كتير قوي لو ان البرو بايوتك البكتيريا الحية بتحسن حالات الاكتئاب والقلق ونوبات الهلع والامراض النفسية وهتلاقي في الرسالة تحت ولكن لا توجد رسالة اتعملت ما بين علاقة النوم والبرو بايوتك الرسالة تحت تخيل حتى الاكتئاب انا في ناس اتحسن مدها جاست بالبكتيريا الحية ادخل في الموضوع المهم اوي طب امتى ناخد البكتيريا الحية وتنفعنا اول حاجة مع اي مضاد حيوي لازم المضاد الحيوي بيموت البكتيريا النفعة والبكتيريا الحية في اي مضاد حيوي تاخد مع كل مضاد حيوي بعديه بساعتين كابسولة او ساشة بودر هقول لكم النوع اللي انا باستخدمه في الاخر تاخده لمدة 10 تيام خلصت الكورس المضاد الحيوي من 10 تيام ل 15 يوم اثناء المضاد حيوي خدت مثلا المضاد الحيوي 7 تيام عندك التهاب عندك حاجة التهاب بكتيري لأي سبب كان تخلص السبعة وتكمل سبعة بعديه البرو بيوتك البكتيريا الحية تاني حاجة لو انت عندك او عندك او عند اولادكو اسهال الاسهال بينزل بكتيريا كتير اوي فالبرو بيوتك ناخد مع الاسهال لمدة 7 تيام برو بيوتك محترق تالت حاجة لو انت مسافر برا انا ليه باخده الايام دي عشان انا سايب بيتنا في بلد غير بلدي فمحتاج باخده من 15 ل 21 يوم باخد البرو بيوتك عشان في حاجة اسمها ترافل دايري الناس اللي بتسافر اكل جديد بكتيريا جديدة المناعة مش واخدة على الجو اللي انا فيه فبيحسن منعتي جدا لو انا بسافر دولة غير الدولة اللي انا عايش فيها او دولة اول مرة روحها الحاجة اللي بعد كده لو انت مودك مش تمام مع ان ما عندكش اعراض قولون لو انت حاسس ان المعدل والفيتامينات مهما بتاخدها مش مقصرة معاك مهم قوي تاخد برو بيوتك 15 يوم كل 6 شهور الناس اللي تتك على البرو بيوتك غير الناس دول اللي تولد قيصاري احنا اصل البكتيريا الحية بنجيبها من الام اثناء نزول في مجرى الولادة فاللي اتقطع سيزيريان سيكشن بيفضل طول عمره محتاج من وقت لاخر برو بيوتك اللي مرضعش طبيعي طول عمره يفضل من وقت لاخر لانه البزرة مش موجودة فيعني بيفضل طول عمره ناقص اه يا اللي رضع الصناعي يا عديم البرو بيوتك فمن وقت لاخر يحتاج الناس اللي بتاخد مضادات حواء قلناها الناس اللي بتاخد مضادات حموضة الناس اللي بتاخد ادوية اكتئاب دول من وقت لاخر لازم ياخدوا الناس اللي ماشي على ادوية اكتئاب لفترات طويلة او فيه ناس بياخدوا مضادات حموضة بقى لهم سنة وسنتين وتلات سنين ما عندكش خلاص الاكل ما تهضمش نزل دغدغلك البكتيريا الحية فمحتاج من وقت اخر لبرو بيوتك وزي ما قلنا اللي عنده اكتئاب مهم قوي ان هو ياخد برو بيوتك من وقت لاخر حتى دلوقت البرو بيوتك اللي عنده اوتزم وعنده صعوب التعلم بيكون المايكرو بيوم فيه مشكلة فبيحتاج ويكتبوله برو بيوتك كمان المبيدات الحشرية الكتير اللي موجودة في اكلنا بتبوز البكتيريا الحية الاسبرتام والمحليات الصناعية كلها بتدمر البكتيريا الحية فاللي بيستخدم منتجات فيها اسبرتام اللي هي زي السودا او اللايت او الدايت او زيرو شجر الحاجات دي كلها بتدمر البكتيريا الحية فمحتاج تاخد كرس من حين لاخر برو بيوتك والحاجة الاخيرة الناس اللي بتعمل حقنة شراجية الناس اللي بتعمل تنظيف قولون باي شكل لازم ياخد من اسبوعين لشهر بكتيريا حية عشان يرجع اللي خسروا اسناء غسيل القولون او تنظيف القولون دول الناس اللي لازم ياخدوها البرو بيوتك فيه انواع واشكال نعرفه ازاي اشهر نوع اللاكتوباسيلس والبيفودوبكتيريا انا النوع اللي باخده فيه عشرة انواع حوالي خمسة مليار ده احسن نوع يعني وجدته باخده لمدة خمستاشر يوم او تلاتين يوم لو انا بعمل تنظيف قولون باخده شهر او لو انا ببلد جديدة باخده من اسبوعين لتلات اسابيع عشان انشط جهاز المناعي فيه كل انواع اللي انا باخده وحطه لكم الرابط تحت وموجود في كل دولة الخليج اعتقد فيه كل اللاكتوباسيلس وفيه كل البيفودوبكتيريا وبيزوده على الانواع الكويسة البرو بيوتك تلاقي معه بري بيوتك عشان يغز البكتيريا الحية اللي بيدهالك طيب احنا قلنا البري بيوتك نقطة دي مهمة جدا البري بيوتك قلنا بيتاخد مع الاكل عشان يتهدم البرو بيوتك يتاخد امتى؟ ناس كتيرا بتقول لي باخدوا بعض الاكل ليه؟ ليه؟ انت دي بكتيريا حية عايز تاخد بكتيريا حية تنزل تلاقي حمض معده عالي ليه؟ عايزها تقعد مع اربع او خمس ساعات مع الاكل تتهدم ليه؟ بالعقل عايز تاخد اوقات البرو بيوتك البكتيريا الحية انا باخده اول حاجه الصبح اول مصحة بفتح الساشة بودر وبحطه في بوقي على طول وابلع بعديه مية اتأكد انا انا عن نفسي باكل بعد مصحة باربع ساعات الناس اللي بتصحى تفطر لا سيب على الاقل ساعة او بين الاكلات على الاقل ساعتين ثلاثة قبله وساعتين ثلاثة بعده سيب البكتيريا الحية تنزل المعدة ما تلاقيش حمض عالي ما تلاقيش اكل تروح لمكانها الاخير اللي هي في الامعاء الغليظة ده المكان اللي احنا بنودي فيه البكتيريا الحية توصل ليه من غير ما تتكسر في الطريق عالريق او ساعتين ثلاثة قبله او ساعتين ثلاثة بعد النقطة دي مهمة جدا كده عرفنا كل ما يلزم عن البريبيوتك الاكل المفيد للبكتيريا والبروبيوتك اللي هو البكتيريا النافعة نفسها هان الان وقت السؤال اي من العبارات الاتية خطأ البكتيريا النافعة تأخذ مع المضاد الحاوي البكتيريا النافعة تنفع للاطفال البكتيريا الحية تأخذ مع السفر خارجا البكتيريا الحية زيادتها لن تضر شكرا لكم انتم كملتوا هذه الحلقة شيروها لانه موضوع مهم جدا وليه علاقة بكثير من الامراض وفي الاخر وما توفيق الا بالله علي توكلت ولا يونيب سلام عليكم باي